السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر سيد سامير من قناة ايزي جرامر هنتكلمة النهاردة عن الحالة الاولى والتانية لف الشرطية first and second conditional if يلا بينا first conditional if الحالة الشرطية الاولى بتتكون من if مضارع بسيط الجملة التانية والزائد الانفينيتيف اللي هو المصدر واستخدامات الحالة الاولى بتستخدم للتعبير عن حدوث شيء في المستقبل تتوفر شروط حدوث يعني if you study hard you will succeed يعني لو انت ذكرت بجد هتمجح فبتعبر عن حاجة هتحصل في المستقبل بس بشرط انك تتوفر شروط حدوثها اللي هي المذاكرة بجد ويمكن استخدام should أو may أو can أو might بدلا من will for example على سبيل المثال if i have some free time i might go swimming ممكن نقوله i may go swimming i might go swimming والاتنين بيستخدموا للتعبير عن الاحتمالية في الحالة الاولى if a friend isn't a terrible you should help him or her لو صديقك واقع في مشكلة تمام يجب عليك او ينبغي عليك انك تساعده طبعا هنا شد مستخدمة للنصيحة يمكن استخدام الامر او النهي او الطلب في جملة جواب الشاب i will never eat sweets if you have diabetes يعني لا تأكل حلوة لو عندك سكر if a friend is in difficult situation give him advice لو لديك يا صديق في مشكلة او في موقف صعبة give him advice يعني يعطيه نصيحة يبا هنا استخدمنا if مضارع بسيط والجملة التانية جاية في شكل مصدر تمامة او جاية في شكل ايه نهي وطبعا ممكن يبقى never eat او don't eat الحالة التانية second conditional if if ماضي بسيط الجملة التانية would او could او might plus infinitive تستخدم التعبير عن مواقف تخيولية او مستحيلة في الحدوث في المدارة فبقول if i were taller i would be good at basketball this means i not tall يعني ده معناه ان انا لست ايه طويل i am short يعني فهو بيقول انا لو كنت اطول انا كنت هكون جاية في لعب كرة الايه استلم فهو هنا بيعبر عن موقف تخيولي او مستحيل الحدوث في المدارة كمان بتستخدم لاعطاء النصيح فبيقول if i were you i would stop smoking انا لو كنت مكانك انا كنت ايه توقفت عن التدخين if i were you i would study hard انا لو كنت مكانك كنت ذكرت بجد some notes بعد من المحظات بيقول يمكن استخدام moves او where مع المفرد في الحالة التانية من if انت لو لاحظت هنا بقول if i were if i were اه عشان بعبر عن موقف تخيلي موقف غير حقيقي في المدارة بقولت if i were ممكن استخدم where i was والي اتنين صحيح شوف كده بيقول he is very busy today if he was or where الاتنين صح he were اه يعني اتفقنا بقى ان where بيتيج مع جميع الدمائر في الحالة التانية من if اني بستخدمها للتعبير عن موقف تخيلي فبيقول وممكن استخدم moves كمان فبيقول if he was aware free he would go out with us كم هيخرج معنا طيب اذا كان جواب الشر would have to تكون الجملة حالة تانية هنا would have to يعني ايه من اللازم ان if محمد wants wants ولا wanted or had wanted to get a driving license he would have to pass the driving test طيب هنا بيقول would have طبعا انت هتشوف would have هتعتقد انها حالة تالتة من غير مطبسة وجاي وراها ايه جاي وراها would have to pass the driving test يبقى would have would مصدر فهنستخدم مواضي بسيط فبول if محمد wanted to get a driving license اذا كان فعل الشرط had to او had تكون برضو جملة في الحالة التانية فبول if i had enough money i will buy واللي would buy واللي would have bought this tablet انا لو كان معايا فلوس كفاية كنت اشتريت التابلت طيب هات هنا هات هنا جاي وراه ايه جاي وراه تصريف تالت عشان تبع حالة تالتة لا هات هنا جاي بمعنى يمتلك لو كان معايا فلوس كفاية طبعا اختار طبعا طالما هات حالة تانية اختار الجملة التانية would زائد المصدر وفي الختام اتمنى ان يتقبل الله منا هذا العمل اللهم علم ينتفع به كان معكم مستر سيد سمير من قنيت ايزي grammar باي 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 باي